اهلا بكم مشاهدينا الكرام وهذه التقطية المباشرة لاخر المستجدات والاحداث للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تضمنا مع ابناء غزة وفي محاولة لتخفيف الاوضاع الانسانية الكارثية جراء هذا العضوان الاسرائيلي المتصار على القطاع وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي كافة الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الاطفال حديث الولادة من قطاع غزة في السيق المتصل اعلن وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبدالغفار نقل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل من مدينة رفح الى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي كان الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل ناشد الرئيس عبدالفتاح سيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعلاجه باحد المستشفيات المصرية شدد وزير الخارجية سامح شكري على رفض مصر القاطع للسياسات التهجير القصري للفلسطينيين داخل او خارج قطاع غزة كما اكد شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الامريكي انتوني بلينكين على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر الاربعاء لسيام اقامة هدى وممرات انسانية واولوية لوصول المساعدات اللازمة للقطاع مع توضيح ان الهدف الاساسي بغي ان يتركز على الوصول الى وقف شامل لاطلاق النار من جانبه اعرب بلينكين عن تقديره لجهود مصر في العمل على احتواء الازمة والحد من تدعياتها مشيرا الى حرص الجانب الامريكي على مواصلة التنصيق مع مصر بشأن مختلف جوانب الازمة للمزيد من المتابعة يعني مصر دائما هي الاخت القبرى لشقيقتها ولا تتأخر للمساعدة او المساندة لدعم الاشقاء العرب تضمرا مع ابناء غزة وفي محاولة لتخفيف الاوضاع الانسانية الكارثية جراء العضوان الاسرائيلي المتصاعد على القطاع يمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بسرعة التنصيق لاستقبال اطفال حديثي الولادة كيف ترى اهمية الجهود المصرية بجانب الديبلوماسية والسياسية والاغاثية والطبية ايضا جهود المصرية ودعوة استاد الرئيس بضرورة الحل الانساني وضرورة المساعدات الانسانية العاجلة بالنوع والكيف اللازم لأهل غزة هو موقف انساني من الدرجة الاولى وهو كما تعودنا دائما من مصر الكبيرة ومصر دائما هي مع اشقاءها العرب ومع الانسانية تحديدا وخاصة مع اهل فلسطين ولكن بعد الخيبات التي طالت المختل الاسرائيلي بيده هو والفشل المتكرر زاد من سعاره ومحاولات احداث حرائق كثيرة وتفجيرات اكبر خاصة وانه في حالة صدمة وفي حالة هزيان وسكر وهيستيري كل ذلك يجعل الاوضاع في غزة شديدة السوق وشديدة ليس لها وصفة يتعدد حدود المنطقة تعدد حدود الجنون كلها انباء وكلها اخبار وكلها مشاهدات وكلها صور وكلها احداث قاسية جدا على اهل غزة هناك تقارير تقول ان 70% من اهل غزة تم تشريدهم هناك اكثر من 55 الف حالة من امراض صدرية 20 الف حالة على الاقل من امراض واصابات عاجلة جدا يجب انها تعالج صورا كل ذلك لا يسعى ابدا الا ان تكون مصر وهي الحائط وهي السند وهي الداعم لكل هذه الحالات وكل هذه الاستقبالات من الحالات المرضية ويجب تماما التعامل معها نعم يمكن من المعروف ان اصابات الحروم بتكون صعبة ومعقدة تتطلب كوادر طبية على اعلى مستوى يمكن الكوادر الطبية المصرية قادرة على مواجهة هذا وقادرة للاستعداد التام للتعامل مع اي حالات مرضية من الاشقاء الفلسطينيين وشوفنا منشرة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل للرئيس عبدالفتاح السيسي ان هو بيطلب العلاج الى مصر منشرة الطفل عبدالله هي واحدة من الاف الالاف من المنشدات وهو نطق بصوت الجميع ان مصر هي الوحيدة التي ممكن ان تغيس هؤلاء الجرحة والمصابين وهذه الحالات كلمة الطفل هي كلمة لكل اطفال المصابون حاليا في ارض غزة وارض فلسطين كلمة الطفل عبدالله التي هزت وجداننا جميعا وجعلتنا جميعا نشعر بالعجز وبالضعف امام كل هذه الاصابات والحروب والكوارث التي تحدث في غزة نعم هي نصر التي دائما تقف في وجه ومع الحق نعم فعلا كانت منشدته بعفوية وبساطة نعم ولذلك انا اقول انها كانت صوت جميع الاطفال وجميع السكالة وجميع النساء وجميع الجرحة والمقعدين كل ذلك كان يقول لهم في صوت الواحد هو صوت الطفل عبدالله صوته وصل الى عنان السماء ولذلك حينما استقبلنا وكأننا استقبلنا الاف الاف الاطفال نتمنى ان الاف الاطفال يأتيوا الى مصر والنساء والرجال كي نعالجهم او على الاقل نذهب لعلاجهم لا ابدا نتخازل ابدا عن مساعدة اشقائنا الفلسطينيين لانها قضية انسانية من الدرجة الاولى وقضية عربية وقضية وطنية نعم يمكن الدولة المصرية بتبزي الجهود واسعة لانهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ممكن حرج تطلعنا على هذه الجهود ومستجدتها يمكن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بسرعة علاج الاطفال المبتسرين في فلسطين دلالة هذا التوجيه في ذل الظروف القاسية التي يعيشها اهل غزة في ذلك الوقت يمكن الاطفال المبتسرين بيكونوا بحاجة الى حضانات وهذه الحضانات بتشتغل بالوقود وهناك نفذ الوقود نهائي تماما نعم ويعملوا بالاعمال اليدوية البدائية محاولة العلاج محاولة الصمود ليس اكثر خاصة ان امس كان هناك ايضا احتلال او محاولة دخول مستشفى جنين مستشفى جنين امس ولكنهم تنسحبوا اليوم وربما يعودوا مرة اخرى والكواير الطبية تم اعتقال بعضها والبعض الاخر رفض ان يخرج من المستشفى اللي عليه هنا نقف مع الاطفال والنساء والسكالة والمقعدين ما زنبهم في كل هذا الامر الامر كله انهم يريدين ان يحرقوا غزة ومن فيها ولكن الاطفال هي ليس لهم شأن في الامر ليس لهم حول ولا قوة ولا حتى النساء ولا حتى العجز موقفنا وموقف استيد الرئيس هذا يحسب له دائما ان مصر الكبيرة ورئيسها الكبير العظيم يقف دائما مهما كانت المواجهات لان هناك ضغوط كبيرة جدا على مصر من كل جانب الا تقف مع غزة او الا تقف مع هذا الامر خاصة ان الدول الكبرى جميعا تقف مع المسمى المختل الاسرائيلي ولذلك موقف مصر الشجاع والعظيم لا مزايدة ابدا عليه وموقف الرئيس في كل مرة وفي كل لقاء يقول الاطفال والنساء والارض لا بد ان يتم احترامها لا بد ان يكون هناك ممر انساني وعاجل وفوري العريش الان تكتز بالمساعدات المصرية وبعض المساعدات التي تأتي من دول الخارج ومن دول العربية وفي تجهيزات لسيارات الاسعاف والحضانات بالفعل على معبر رفح من اجل استقبال الاطفال قولا واحدا نحن تحت امر مصر نحن تحت امر علاج كل الفلسطينيين الذين اصيبوا من هذه الحرب الغائشية نحن تحت امرهم ونحن كل تجهيزاتنا بمجرد في مثال بسيط يا فندم بمجرد معرفنا يوم فجر 7 اكتوبر المواطنين العاديين البسطة جدا المثقفين المتعلمين كل الناس جرت على تبرى بالدم لان دمنا واحد احنا والفلسطينيين دمنا واحد لا مزايدة على هذا الامر كل تجهيزاتنا كل قوتنا احنا لو حضرتك احنا كصحفيين لو امرنا حالا ان احنا نلبس سترة القتال ونذهب الى غزة دفاعا عن مصر او عن حدود المصرية لا فعلنا لو ذهبنا حالا ان نذهب الى غزة انا كصحفي اذهب الى غزة وان كان لي دور في علاج الاطفال او النساء او اي شخص اي انسان في ارض غزة لا ذهبنا كل ما يمكن فعله لارض غزة سيحدث كل ما يمكن تدبيره لامر غزة سيحدث فقط هو التعنف من المختل الولاي رقم واحد وخمسين ومن امريكا هي لك كما لازال يرفضان ان يكون هناك ممر انساني يرفضان ان يكون هناك مساعدة حتى المزايدة على دخول الوقود لم يدخل الوقود حتى الان يوم اثنين واربعين الا مرة واحدة وهو تلاتة وعشرين الف لتر من احتياج تقريبا تسعة في المية من احتياج الامروا للحاجات الانسانية الملحة ليس كمان احتياجاتها لا للاحتياجات الانسانية الملحة ودخل يوم اليوم الاربعين للحرب وحتى الان يعني هدى اليوم الاربعين بس سيتم ادخال اول شاحنة وقود من معبر رفح لغزة وده في محاولة طبعا لتشغيل المستشفيات اللي خرج العديد منها خارج المستشفى ومراكز الانروا ليس تقول لكل مستشفيات لان معظم المستشفيات تم هدمها وتم تفجيرها وتم مضربها وخرجها عن تنامل عن الخدمة الحضانات الوقود مراكز الاشعة العمليات لا يوجد حتى ادوات للعمليات وحتى للاغاثة وحتى للطوارئ لا يوجد اي شيء في غزة حاليا غزة الان تحت ضمار شامل نعم ولذلك انا اتعجب من الامم المستحدة لكن نقول انها بداية لدخولها ودخولها عبر معبر رفح يعني اكيد برضو هيكون فيه جهود مصرية لعودة الحياة الجهود المصرية لدخل يعني متطلبات الحياة هناك صعبة الجهود المصرية لن تقف ابدا وهي مستمرة دائما لمحاول الدخول كل ما يمكن لعودة الحياة او لبداية عودة الحياة من جديد في ارض غزة في القطاع كاملا ولذلك من طعام من كم ونوع موجود في العريش موجود الوقود موجود الطعام موجود الشاحنات فقط هو المعبر يتم سطحه كما طالب السيد الرئيس عفتاح سيسي بشكل دائم وبشكل مستمر وبشكل عاجل وبدون صروف مكحفة من الجانب الاخر لان هناك ازمة وهناك كارثة انسانية الان تحدث في ارض غزة وهي كارثة متصاعدة يعني كارثة وتزيد وتزيد كل يوم فيه كوارث اكبر واكبر نحن لا نلاحق ولا نستطيع ان نصدق كمية الكوارث التي تأتي من القطاع الكامل ويمكن حجم المساعدات برغم ان هو موجود لكن لا يتناسب برضو مع الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع صالها سيانة الرئيس وأكررها هي نقطة في بحر وحتى كل المساعدات التي سوف تدخل الان في العريش تكاد تكون نقطة في بحر او تكاد تكون بداية نحن نريد فقط البداية ان ندخل المساعدات الموضوع انساني الاطفال ليس لهم زنبا في الحرب المبتسرين ليس لهم زنبا في الحرب النساء ليس لهم زنبا في كل هذه الكوارث اسرائيل تتعمد انها تغفل تماما حربها وتريد ان تعيد وجهها على حساب الضعفاء والذين ولا حول لهم ولا قوة تريد ان تعيد مرة اخرى وجهها وشكلت امس مجلس حرب داخل القطاع نفسه وقالت انه مجلس العند او مجلس الذي سوف يتحدى حتى نتنياهو في قراراته لن نصمت ابدا الى ان ندمر غزة ومن فيها هكذا يريد ونحن نقف واهل غزة ما زالوا مصرين على التحمل اهل غزة بالامس تم اجبارهم على النزوح من الشمال الى الجنوب وفي النفس الوقت وهم اسناء النزوح تم مدرب طائرات عليهم بالسواريخ وتم قتل بعضهم امس امس كان هناك مئة معتقل فلسطيني امس كان هناك اكثر من الف اصابة واعتقالات عشوائية ما بين اطفال وبين النساء نعم يمكن حروب المدن بتكون حروب شرسة ومتوحشة الى اي مدى ممكن شعب الفلسطيني الصمود وهل حضرتك مع ان هناك امر منهجي بيتحضر برغم ان سكان القطاع يرغم سكان القطاع للنزوح نحو الجنوب يعني هل ستنشئ اسرائيل جيوبا اصغر اكثر كسافة داخل غزة عن سابق تصور او تصميم او بصورة غير متعمدة تقديري ان اسرائيل حاليا تحاول ان تفرق القطاع الشمالي من القطاع نفسه حتى تقول انها سوف تدخل بجلوشها وتقول انني احتللت هذه الارض مرة اخرى وهذه ستكون كارثة كبرى ليست على الفلسطين لكن ستكون على المنطقة كلها هذا اولا ثانيا امس في مدينة جنين تم بالجرافات اكثر من 100 دبابة وجرافة دخلوا القطاع حول المستشفى فقط على اساس انها تحتها انفاق ولم يجدوا ايضا كما كذبت مستشفى الشفاء تم تجريد الارض نفسها وتم تجريف الارض نفسها لاحداث اكبر كمية من الضمار والخراب اذا هم يريدون اولا تدمير المواطنين العزل ثم تدمير البنية التحتية تماما على ان يتركوا غزة خراب بهذا الامر لا يكون للفلسطين مكان للعيش فيضطر مرغما ان يخرج خارج غزة هذا احتمال من الاحتمالات ثانيا لوحة اسرائيل قبل ذلك بانشاء محاولة انشاء ممر مائي ما بين فلسطين وقبرص على ان تأخذهم السفن وتزيحهم الى يعني اصبح الشمال او الوسط او الجنوب لا يوجد امان او منطقة امنة للعيش فيها لا تحت ارض القطاع كاملا تحت سماء القطاع كاملا لا يوجد شبر واحد امن في هذا القطاع تماما انا اقول لحضرتك امس والفجر تم تسليح كل يوم 2000 مستوطن اسرائيلي بروخ السلاح من المدنيين ويفعلوا ما يشاءوا به يعني اي فلسطين ممكن يضربوه لدى دفاع عن النفس منهما الفلسطينيين محتجزين وموقوفين في القطاع نفسه من يوم 7 سبتمبر لم يعودوا الى ارض غزة ولا يستطيعوا ان يذهبوا الى الضفة الاخرى كل ما تفعله الان من استفزاز لحزب الله ومن تفريغ القطاع الشمالي اللي تقول انه تحته انفاق وحتى الان هي كذبة من اسرائيل انه يوجد انفاق وحتى لو كان يوجد انفاق بعد اليوم 42 لم يجدوا نفق واحد لم يستطيعوا ايجاد نفق واحد وهو فشل فوق فشل من الجانب الاسرائيلي البعض يرى انها روايات كذبة لا ترتقي العقل او تفكير طفل كل ما يقوله الاحتلال هو كذب في كذب في كذب وهو تشويش على الواقع العام ولذلك هو يقول للعالم كله انني كذب ولكن هو يصدق نفسه لا يصدقه الا الولايات المتحدة الامريكية فقط وربما بريطانيا وربما فرنسا ستتعدل على الامر وربما ايطاليا ستعدل على الامر فيما بعد لكن هي كذبة سخيفة ونكتة سخيفة من النكاة التي يطلقها يوميا الاحتلال الاسرائيلي مثلا قال انه تحت المستشكى الشفاء يوجد انفاق ويوجد لحماس ويوجد بعض الاسرة كمان والاسلحة ولم يجد غير حاسب آلي وحاجات خاصة بالتصوير بالنسبة للاشعة طبيعي جدا ان نجد حاسب آليا طبيعي جدا ان نجد قرارات لبن طبيعي جدا ان نجد حفظات هزا ما قالوا وقالوا اننا وجدنا كليشين كوفة الذي اخذوه وسجل في كاميرات فوكس نيوز مع الصحف الامريكي الذي ذهب معهم وقال لم اجد لنفق تحت الشفاء ولم اجد احد من حماس ولم اجد اسرة ولم اجد كل ما روضه والاحتلال منذ سبعة اكتوبر منذ سبعة اكتوبر يصر على المستشفى الشفاء ان تحتها قاعدة لحماس ان تحتها قاعدة انفاق وان تحتها اسلحة وان 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 وكل هذا خيبة امل الاسرائيلي النتنياهو الذي يحاول يقول للعالم انني هنا كل ذلك كذب العجيب ان مثلا اولاف رئيس وزراء المانيا يقول ان اسرائيل دولة دموقراطية وملتزمة بحقوق الانسان والقانون الدولي وكل اللون الموجه لها هنا سخيف لا يا سيدة انت الذي تكون سخيف وبايدن سخيف ورئيس وزراء بريطانيا سخيف ورئيس فرنسا هو الذي سخيف انتم كذبة واصدقون الكذاب الاكبر الاشر الذي هو نتنياهو الجنين انسحبوا بعد ما قالوا ايضا اننا نجد تحتها انفاق ونجد تحتها لحماس انفاق ونجد تحتها معدات ونجد 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 ولم يخرجوا باي شيء خرجوا بخصي حنين من هذه المعركة الاحادية هم يحاربون ولا رد هم يقتلون ولا رد هم يزرقون نعم وصلت دكرة حضرك منشكرك استاذ طلعتها مدير تحرير جريدة الجمهورية شكرا جزيلا لحضرتك وينضم الينا عبر الهاتف ايضا دكتور احمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية دكتور احمد بعد التحية يعني نحن امام كارثة انسانية غير مسبوقة بيتأثر بها المدنيون في غزة اسر الغراط التي تشنوها اسرائيل دون توقف كنا نتحدث اليوم عن الجهود المصرية المبذولة على الجانب الديبلوماسي والسياسي والسياسي وايضا الاغاثي الطبي الانساني اهلا بحديث فاني ابو بستاذة المشاهدين على القناة الدولية جهود مصر المبذولة لعلاج المصابين وقت هذا الجسط الطبي لاستقبال الاطفال والرحاء والمصابين بالاصابات العجلة يؤكد مدى القوة الطبية التي تتنعم بها مصر في استقبال كافة الحالات الحركة والصعبة وهو الموقف الذي لم تفعله اي دولة اخرى ولم تقدم عليه اي دولة اخرى رغم ما لديها من امكانيات تستطيع ان تفعل ذلك ولكن ما فعلته مصر تؤكد للعالم كله انها تسعى لبناء الانسانية في مقابل آلة الحرب الدامية التي تسعى الى تدمير شامل دون تفرقة فيكفت عن حياء فلسطين والشعب فلسطيني الذي يتعرض له بهذه المحنة منذ اكثر من 40 يومين حتى اليوم يمكن هناك اتصالات امريكية مصرية واتصالات مصرية عربية لاحتواء هذه الازمة هل سيحدث مقاربات في المستقبل والعودة الى طولة المفاوضات والدفع بحل الدولتين كما تعودنا بعد كل سراعات دامية بين اسرائيل وفلسطين خليني اقول حريف فنن ان مصر منذ اليوم الاول هي كانت الاتصال الاولى التي تؤكد دائما للمجتمع العالمي ان الحل دائما يوجد فينا فقد كانت الاتصالات التي تسعى الى وقف اطلاق النار منذ اليوم الاول ومحاولة فتح المعبر لمجتمع نادرة الشعب السلسطيني والموقف المصري التاريخي في وقف هذا الادوان ووقف التهجير القصري التي سعت باسرائيل والتي دعت اليه بمحاولات دفع الشعب السلسطيني الصامد القويس نحو ترك ارضه واخلاء القضية الفلسطينية ودائما ما تؤكد عليه مصر رفضها لسياسات التهجير حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية فنن هي تشمل بناء الدولة ومفهوم الدولة هو الشعب والارض والشلطة السياسية والمفهوم الشامل لبناء الدولة اذا كانت اسرائيل تسعى لتحجير الشعب واخلاءه من سلطته فما ده تركه من الارض التي تتفق منها الدولة فستخلو القضية من مفهومها الاساسي التي كانت اسرائيل تسعى اليه منذ اليوم الاول لها دي العرب خليني اقول لها حالة التدمير التي تتم في القطاع تسعى الى محاولة الضغط على الشعب السلسطيني ولكن هذا الشعب الذي ضرب المثل في الصمود والتحدي والتمسك في الارض وكانت المشاهد الدامية التي رأوها العالم والتي جعلت الموقف العالمي بالكامل يتغير وبصلة الرأي العام العالمي تتغير بشكل في رؤية الحق الاسرائيل في الدفاع عن نفسها الى ان اسرائيل تقوم بتدمير وقص هذا الشعب الاعزل وكان الشعب السلسطيني الصامت صورته والتي تصدرت الى العالم وهو يتمسك بارضي هي التي جعلت الموقف العالمي اليوم يتجي ضد اسرائيل لضغط عليها في الوقف هذا العضوان وإدانتها وتقديم من ساعده في هذه الحرب الدامية الى المحاكمات العجلة والتحقيق الدولي بشأن ما يتم استسلامه من اسلحة محظمة دوليا مثل الفصفور الابيض والزخائر التي تسبب مزيد من التدمير والحالات في بعض الحالات التي جتل المستشفى المصرية مصابة بين انواع مختلفة من الاصابات الخارجة هم الدوليسية تستحقها نعم دكتور احمد الى متى ممكن هذا الصراع ان ينتهي او هل البعض يرى ان هذا الصراع ممكن يتحول كما حدث في السالينجراد او الفلوجة حروب المدن او حروب العصابات ويمكن ده ممكن ياخد وقت اكتر في البداية فاننا سنقول لحضرتك ان اسرائيل تسعى الى بناء هذا المفهوم لدى الجيش ففي حاجة كانت اسرائيل بتسعى اليها منذ عام 2006 تقريبا قامت ببناء مجسم مدن على شكل قطاع غزة بنفس طريقة المدينة والاذقة والشوارع وقامت بتدريب قوات الجيش عليها في ارداء دي موجودة الصحراء النقل سهلا وكانت في اكثر من الفيديوهات تتصور شكل جنود الاسرائدين وهم يحاولين تدريب على اختحام مدينة غزة وده منذ ما ياخد 20 عاما طيب المهاردة فاننا هادا الجيش نفسه اذا عندما حاولت طحام غزة من خلال الخمس محاور الموجودة في الطاع غزة اسبت فشله وفقد العديد ده المئات من الهيات والعسكرية والمئات من جنوده والاف الاصابات التي اصابت جنوده لضافة ان اصابتهم بالهلع نظرا لانهم يجدون المقاتل المقاومة الفلسطينية يخرج من اماكن غير معلومة وغير متقايلة ويتم اصابة الدبابات والجرفات احنا شفنا فاننا مشهد الدبابة الملكة التي كان يتباهى الجيش الاسترائيلي بها وهي بتصاب من طلقة واحدة ويتم اصابها فورا يعني في مشاهد تؤكد احالة الفشل وعدم جهازية استرائيل اصلا لاي حروب وليس بالحرب ضد المواطنين يعتبر مواطنين عزل اسرائيل دولة انها مجرد بلونة تفصحات وبلونة يعني نوع من انواع الجنود لانهم قوة لا يستاندية ولكن اسرائيل اذا ذهب دخلك الى حرب فتتخسرها فورا والاستعاد فعد ادى التمن المنطقة واستطرارها بل والشعب الاسرائيلي نفسه الذي يسعى اليوم الى مظاهرات عشبة في تل ابيت لمحاولات وقفة هذه الحرب لالتغير لسان الاحشار الاسرائيلي الى ان اقتلعوا تمام بان ما يفعله ندنياه هو جنون فعلا لانه خرج عن اطار الخطة المرسومة واصبح يهدي يهدي فعلا والحكومة الاسرائيلية لا تدرك ماذا تفعل ولا تدرك ماذا بعد لكن من يدفع التمن هو استقرار المنطقة والشعب الاسرائيلي العزل عسكريا وامنيا كما تشاء فهل ترى فعلا ان الاعمال العسكرية دي مدفوعة بالاهداف المعاننة للحرب الاسرائيلية للقضاء على حماس بالفعل؟ منذ ايام فاندم خرج علينا المتحدث في الاسرائيلي وهو يتحدث في مؤتمر صحفي هزلي يؤكد انهم وجدوا فتحة نفع وكانت بعض ما العصروا عليه في هذه الفتحة التي وجدوها بعض من سطلات البفاعية وبعض من الافتاحة عصر الافتاحة ودراجة بخارية وقرج عليها يتباهب انهم وجدوا الدراجة التي كانت تنقل المحتجزين يوم 7 اكتوبر الى اماكن مقفوهم المؤتمر كان مضحك فاندم وكان ممكن نقطة في سوداء في هذه المرحلة امام الجيش الاسرائيلي في نقطة اهم فاندم هنا في الافتحة ان الجيش الاسرائيلي ومن يدير هذه العملية هم من ينسعون الى محاولة اخطاءهم من المسؤولين مثل ان المهاردة اذا انتهت الحرب ما هو الموقف في الموقف ما هي التدعيات التي خد تحدث لقد اعلم في نيه منذ اليوم الاول ان له اهداف في العملية العسكرية مثل الافتراج عن المحتجزين وهو ما لم يحدث محاولة القضاء على حماس وهي الجملة رنانة ولا يعني ان حماس هي عبارة عن مجموعة من اثنين مليون نقاط الفلسطيني يعيشون داخل غزة اوما الفلسطينيين اللي يقيمون في القطاع لان كلهم يدفعون عن ارضهم اذا كان مدني او من داخل مقام الفلسطينيين نعم كان فيه تصريحات امريكية ان حماس هي فكرة ويجب الحاق الهزيمة بهذه الفكرة المنحرفة بينما يعني يتشكك البعض برضو في امكانية القضاء على الفكرة او التضاء على حماس يا فندن طالما لم تسعى اسرائيل ايها السلام فلن تشعر بالامان السلام الذي تفعت اليه اسرائيل هو من جعلها تعيش اليوم بجوار مصر التي هزمتها في حرب 13 50 عاما حتى اليوم اسرائيل تنعم بالامان لولا السلام لكانت حالة الطوارئ ستظل في اسرائيل ديرة الخمسين عاما منذ هزيمتها في حرب 73 ومصر في هذا اليوم مصر التي دفعت الى السلام جعلت اسرائيل تسعى الى البناء وتنعم بالسلام طب لماذا لا تسعى اسرائيل الى بناء الدولة الفلسطينية والاعلان عنها والاعتراف بها وتنعم بهذا السلام هنا تسعى اسرائيل الى ان تكون دولة اذا ارادت ان ينعم شعبها بهذا الامان التي تسعى الى السلام وبناء الدولة الفلسطينية وهو الامر الذي تسعى اليه مصر منذ اليوم الاول وهو اتقاف اطلاق النار وامهاء هذه الحرب ينظر بان اسرائيل لا بد ان تتخذ اجراء ثوري بدخول في اجراءات عاجلة لاعتراف الدولة الفلسطينية واماعلن رئيس وزراء اسرائيل اسرائيل الى الايام الماضية انه فلسطين لابد ان تكون دولة على العالم ان يعترف بها وان اسرائيل ستكون من جولة الدول التي تساكن في الاكراف دولة الفلسطين الى جانب الدول المؤسسة لهذا البناء الاصلي الذي تتفع الي منذ اول يوم والاهم اعتراف الولايات المتحدة نفسها بدولة فلسطين يمكن هو ده الباب اللي ممكن يفتح لحل الدولتين او ليكي ينعم الكل بالسلام في المنطقة لا احد ينكر ان الولايات المتحدة الامريكية لها دور ومسعال في بناء عملية السلام او الاعتراف الدولة الفلسطين ولكن الموقف الاخير للولايات المتحدة بدعمها الاعمى لاسرائيل في القتل قد يغير الموقف العالمي في الاعتماد كلية على موقف الولايات المتحدة تحديدا بل سيكون الموقف عبارة عن حال الصغط العالمي دولي تسعى اياها الدول الداعمة للسلام باجبار الولايات المتحدة على قبول هذه الصدوط بل أن إسرائيل اليوم هي التي قد تطلب ذلك من الولايات المتحدة لأنها خسرت في هذه الحال كما خسرتها في جميع المواجهات السابقة مع السبسطينيين محاولة إسرائيل إظهار نفسها بأنها قوة ما يعني قلنا أقول لحظيك أن المشهد ده انهار تماما عالميا عند الذين كانوا لا يعلمون في الأيام الماضية بحالات التدمير الشامل التي كانت موجودة للقوات الإسرائيلية داخل القطاع حديث كلمت عن مسألة حرب شوارع من جزء بالإرسى بقى في السؤال الحرب التي لا تقوى عليها إسرائيل هي حرب المواجهات المباشرة إسرائيل عندما تقوم بالقصف والتدمير بين خلال الطائرات أو من خلال المساعية فهي لا تسعى إلى المواجهة المباشرة لكن المواجهة المباشرة بالنسبة لها هي نقطة ضعف مباشرة وما تعجز عنه إسرائيل وستعجز عنه في المستقبل لأنها لا تقوى عليه حال الدولة الفلسطينية فاندم هو إكبار عالمي للولايات المتحدة وإسرائيل على قبوله لأنه أمر أصبح مصروض منه ولا يقبل أبدا المناقصات ولا يقبل أبدا أن يتنازل عنه أحد في حال تضل هذه الحالة من الضبادة الجماعية والقصد الأعمى الذي يسعى لإسرائيل منذ الأربعين يومات في حزنة نعم احنا مشكورك دكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية وصلنا لنهاية تقطياتنا الإخبارية مشاهدين الكرام لكن متابعتنا الإخبارية متواصلة معكم على مدار اليوم تابعونا اشتركوا في القناة